أصابت إسرائيل هدفاً في إيران وأهدافاً في لبنان تخلصت من هنية في طهران ومن أسماء بارزة في قيادات حزب الله ومع تحول ضربة إسرائيل في الشمال من محدودة إلى متواصلة يبدو أن زعيم حماس يحيى السنوار تضاءل أمله بأقرب حلفائه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عنونت أن السنوار أصبح يتمسك بحرب أكبر إذ يلازمه إحباط بسبب تخلي إيران وحزب الله عنه ولم تعد تعنيه استمرارية مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من عدمها تقول الصحيفة إن السنوار أصبح أكثر استسلاماً بسبب اقتراب القوات الإسرائيلية منه أكثر من مرة بل إنه انقطع عن عالم التكنولوجيا كلياً بل لا رغبة لديه الآن أكثر من أن يرى إسرائيل تتورط في صراع إقليمياً أوسع لا الاتفاقات ولا المناقشات تشغله هذه الفترة التقديرات الأمريكية لما يفكر به السنوار تشير إلى أن اندلاع حرب كبيرة من شأنه أن يفرض ضغوطاً على إسرائيل تجبرها على تقليص عملياتها في غزة ما يعني ربما وفق نيويورك تايمز أن رسالة المسؤولين الأمريكيين للسنوار قد وصلت فعلاً إليه مفادها بأن لا أحد سيأتي لمساعدتك فكل خيارات إيران بالرد ستبقى محدودة وستكتفي بضربات لا ترتقي إلى حرب شاملة ولا إلى مواجهة مباشرة أما حزب الله فاخترق إلى أن خسر ألف عقادته ودمرت إسرائيل نصف ترسانته الحربية بحسب نيويورك تايمز والآن يتشبث السنوار بموقف مصيري ولا يأبه كثيراً هذه المرة بالمفاوضات التي تعقدت لتبقى رؤية حرب أوسع في المنطقة آخر ما يعول عليه السنوار لبقاء حركته